إلى الملف الليبي حيث أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مجلس الأبن الدولي أنه سيطلق مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية هذا العام وسيشكل لجنة توجيهية رفيعة المستوى المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع وعن إحاطة باتيلي لمجلس الأمن مع مراسلنا من يورك عبدالله إماسي عبدالله أهلا بك هل رشح أي شيء عن هذه المبادرة التي تقدم بها سيد باتيلي مرحبا حميد باتيلي جاء إلى نيويورك وقبلها الأسبوع الماضي كان في العاصمة واشنطن حاملا معه خطته لحل حالة الوضع وتجاوز حالة الشلل السياسي الذي أصاب البلاد وبطبيعة الحال حالة انعدام الأمن أيضا أو وضع الأمني الهش في ليبيا خطة المبعوث الأممي تقوم على مقترح تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي والعنوان البارز في هذا المقترح هو الانتخابات التي تأجلت غير ما مرى كما نعلم باتيلي يريد تشكيل لجنة فنية لإصدار قاعدة دستورية تكون ملزمة لجميع الأطراف لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري إحاطة باتيلي ركزت على هذه النقطة حيث تشدد على أن إجراء الاستحقاق الانتخابي في وقته المحدد هو المدخل الرئيسي والخطوة الأساسية لتحقيق الاستقرار والخروج من ما وصفه أجمة الشرعيات التي تعاني منها الطبقة السياسية في ليبيا على حد تعبير المبعوث الأممي لا تزال العملية السياسية مطولة ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الليبيين الذين يسعون لانتخاب قادتهم وتنشيط مؤسساتهم السياسية باختصار لقد نفد صبر الليبيين إنهم يشككون في إرادة ورغبة الفاعلين السياسيين في إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023 كذلك إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا تضمنت تشجيعا على المصارحة بين الفرقاء وقال إنه يدعم المجلس الرئاسي الليبي في سعيه لتنفيذ الخطوات اللازمة لعقد مؤتمر شامل للمصالحة الوطنية في ليبيا بدعم بطبيعة الحال أو تحت مضلة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة مسألة وقف إطلاق النار هي الأخرى كانت حاضرة في إحاطته أو دعنا نقول أنها كانت في عمق إحاطته اعترف بصمود اتفاق وقف إطلاق النار لكنه اعترف أيضا بأن الحالة الأمنية لا تزال هشة هذا جزء من إحاطة عبداللباتي لحول هذا الموضوع موضوع اتفاق وقف إطلاق النار والحالة الأمنية في البلاد تواصل اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة إحرز تقدم في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار ويسعدني أن أبلغكم أن وقف إطلاق النار صامد ولم تسجل أي انتهاكات منذ إحاطة الأخيرة ومع ذلك لا تزال الحالة الأمنية هشة بطبيعة الحال كان هناك تعليقات الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي ركزت بشكل خاص على مسألة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأرض للليبيا وأيضا عبرت هذه التعليقات عن دعم أعضاء مجلس الأمن في غالبيته للخطة أو للمقترح الذي تقدم به باتيلي الزميل عبدالله إيماسي من نيويورك شكرا جزيلا لك وكذلك نشكر شبه